اشتركوا في القناة 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 مثل الميت باب اللي انت حيطر مفسوح نتكلم عنه انا مفسوح مهم جدا ان الواحد يعمل حاجة بيحبها انت قلت كده مهم جدا ان الواحد مبقاش موظف في شغله مهم جدا ان هو يبدع ان هو يخلق مساحة كده يستمتع بيه وبيشتغل طبع ما تعملش حاجة حد فرضها عليك انت دخلت الهندسة من احترمك احترمنا كلين الهندسة كان فرض عليك من مش حبه او مثلا ما كنتش عايز تبقى فيه لكن عشان ترضي مثلا اهلك او كده اضطرت انك تخش لكن بدورت على الحاجة اللي انت حبيبة عايزك تدي الخلاصة دي للشباب عشان يعرفه قدقيه لما الواحد يرضي الناس لازم يرضي اهله وفي نفس الوقت نوه يرضي نفسه ويبدع في عمله ويشتغل وهو متحمس ومبسوط ما يروحش الصبح يقول لك يا عم رايح الشغل يا عم واسحة لا اه هيلاء الحاجات دي بس فيه حتة حلوة في الشغل عنده هتشده عشان يشتغل ويبدع ويعمل حاجة كويسة ليه ويل بلده كلمني عن ناطق هم حاجتين يا حاجة اول حاجة اللي مالوش خير في اهله ومالوش خير في الناس فلو انت اهلك النهاردة كان والدك نفسي يشوفك مهندس وانت مش عايز تحقله ده عشان حضرتك عايز تبقى حاجة تانية فانت كده يعني بتخلي مش مبسوط فربنا مش هيوفقك اتنا ما بدايه قال لي يا سيدي ادرس الهندسة او ادرس اي حاجة تانية والحمد لله انا ما شلتش مادة فيه وهيجي لك و هتلاقي انت نفسك بقى بتطلع ده والراجل اوكي هتكبل او اهلك هتكبل الجزء التاني اللي هو سوري معايش الجزء تاني فسألك كان عن الجزء ان الواحد يلاقي حاجة حلوة يلاقي حاجة حلوة في شغله عشان يحب شغله اكتر كان عني صديق في شغل من مرات لاهبة و كنت فعلا تقيل علي شغل البنك في فترة قال لي بص يا خلا تعلمت حاجة في حياتك امسك حاجة واحدة في حياتك اتعب فيها والله ربنا هوفقك مش شرط فيها ممكن في حاجة تانية فعلا ده اللي حصل معي و ربنا عايز يشوف منك المجهود هو عارف انت بتحب ايه بس احنا ازعاد بنمسك في حاجات ما بيكونش كويسة لنا و احنا مش عارفين ده انا بقول لو جالي المجاح اللي حصل في التصوير قبل ما يحصل بسنة كان ضع من ايدي ما كنتش مؤهل ممكن حد ينجح انما الاصحب ان انت تحافظ على نجاحك و لما تبقى تحت الاضاءة او توصل ان انت تاخد مثلا تخش العالم برا لازم تكمل فده اصحب كتير فده محتاج تأهيل انت ما تعرفش انت النهاردة الخبرة اللي انت عايش فيها ربنا بقى اهلك بيها الايه او شايل عنك ايه ضرر طيب نروح بقى الرحلة العالمية ونروح لبينالي لندن والجواز اللي حصلت عليها هناك ما شاالله هي جواز مشرفة جدا الجايزة الاولى في بينالي لندن 2015 و المستوى الجايزة التالتة في الفنون الرقمية الفنون الرقمية يعني احنا هنقرض على الشاشة طبعا الصور اللي انت حصلت بها على هذه الجايزة كلمنا عنها وازاي بتختار الصورة عشان تدخل مسابقة عالمية والله هو طبعا طفي من عند ربنا صحانه تعالى يعني انا مكنش متخيل خالص ان هيحصل جايزة والتانية وهم حتى انا بس عامل تصوير وهم ادرجوه تحت الفنون الرقمية عشان كنت عامل فكرة جديدة ان احنا خرجت من لوحة بشكل ثلاثي الابعاد بعض الابواب وفتحت بعض منها كمان فادرجو ده برضو تحت الفنون الرقمية اسمه كولاج والدولو كمان جايزة بس انا كانت في دمائيه بس تصوير وقلت اعمل فكرة مختلف فكرة تفتح الابواب هي كانت concept او يعني فكرة اقصد بيها ان احنا نفتح ابواب مساعدة للناس حتى لو انت اسمع لهم او كده وعبرت عنها بشكل بردون في ابواب وراها حيط السد او نفس الباب مقفول في ابواب فعلا حقيقية ابواب مساعدة زي الناس مثلا ممكن يخدعوك يقول لك احنا هنساعدك وبالتالي مبساعدكيش وفي ناس فعلا صدقين في فنية المساعدة لي فكان ده الحداث كنا 133 فنان من جميع الحال العالم تم اختياري والعمل بتاعي ان اكون مشارك هناك والحمدلله شرفت برضو ان انا تم تكليف ان انا اعمل ورشة عمل للتصوير الصحفي على هامش بنالي لندن وحضارها 153 واحد من جميع الحال العالم حتة اختيار الصورة ان هي تفوز لازم يكون عاني حاجة جديدة ولازم لما تطلعي برا المصار العالم تعبري عن هويتك وإلا انت عايزة تروح تقليديهم هم عندهم ده برا بل انا تعلمتوا يعني من الشغل برا كلما تمسكنا بجذورنا وهويتنا وبنعكس وهويتنا لده كلما بننجح برا وناخد عليه جوال اه ده كلام جميل جدا على فكرة شفتي اهو بنكمل نفس الكلام اهو ده الصح حاصلي فكرفت الميت باب دي هم ميت باب فعلا فعليا لو عداهم هل هم تصورت ميت باب ولا انت مطيت الابواب بحيث مثلا يكون زي ما بتقول كده الكولاش ده وهو اللي ساعد على ده لأ هو انا روحت اعمل فوتو شوت لمية وخمسين باب اخترت منهم مية وكل باب ده ممكن نحطه بصورة مثلا خمسة متر ارتفاع بثلاثة متر عالي يبقى ديتيلز عالي لا دي طبعا عالية الجودة جدا لأ كانوا ميت باب وهي فكرة مش جديدة يعني لو انت شفتي حياتي عام في تصوير يعني من الافكار اللي ممكن تكون معروفة بس انا تناولتها بشكل جديد شوية ان انا تشوفي الباب المفتوحة ووراها الباب المقبولة تشوفيها ثلاثية الابعاد هي السورة اللي انا شايفانها معانا بالضبط اذا جزء يعني من ابو الزبط فكانت الفكرة وفكرة التلوين كمان بتاعها من البيئة اللي كانت موجودة فيها في البلد اللي انا عايش فيها طبعا دورة الامارات دبي عندهم في مناطق الشعبية البيوت لها الوان جميلة جدا فروح تواخذ منها الابوان تشوفين بتاعتها ولو انت بعض التانية عشان يمشوا وطبعا فيه ديوت بتستحدث وبيدولك بقى خرسانة وحاجات عشان تبشي كلها بنفس اللون فباردو فيه كريدت في الصورة طبعا للبلد اللي انا عايش فيها دبي بس الفكرة عبقرية بصراحة حلوة يعني والكرياتيفتي حلوة يعني بعد يبدع وفكر في حياة جديدة في شركة من اكبر شركات ادعاء العالم في العالم السلوجن بتاعها بالعربي بترجمته يعني الابداع يقدر يغير في السلوك البشرية انت قلته تعلم بيصبه في ده 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 السلوجن بتاع الشركة ده وعلان من اجملش كتف العالم ده انا طلعت عبطار ياه اتفان انت مبتع طب يعني احنا هنروح من بينالي لندن لجوائز الايطالية هنريك حاصل برضو على الجائزة الاولى في بينالي ايطاليا في كيانشانو يا بينالي في ايطاليا سنة 2013 ودي كانت لصورة للتنورة المصرية من وكالة الغوري دي فازت هناك مركز اول وهي معانا على المشاشة برضو بيه صورة للراكس التنورة ويعني من زاوية رأسية فكرة بس في حاجة ان هي فيها حاجتين عكس طبيعة العين البشرين يتشوفها احنا يبنشوف حاجة فيها موشنبلر او فيها حركة بطيئة او نشوف حاجة فيها فريز او تجميد ان كنت تشوف الاتنين مع بعض في شط واحد ده ضد يعني ما نعرفش نشوفه يعني خدت كم شط حتى تطلعك تعال بقى ورش العمل عشان نعلم لا 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 يعني انا ما فيه العلم مخوش اصار زكاة العلم مية في المية لا هو الفكرة ان انا كنت استخدم هنا اجهزة اداءة حديثة جدا سريعة جدا وتقنيات في الكاميرا كمان اللي اتنين مع بعض مزجوا العمل اللي انت شايفو ده وكان ساعتها يمكن اول مرة يعني هو عندنا احنا بملعب بس نلعب اللعب محترفين طب تفترض ايه اللي ممكن يحصل من هنا على ايه هنا وبعدين لما تطلع بتدي تدرسها وتزكيرها وتعملها تاني عشان تكتسب حاجة لي فدي ما كانتش يعني حاجة انا رايح اعملها وعارف ان انا تطلع كده فدي ما كانتش حاجة انا رايح اعملها انا ما بقاش رايح اصور انا الحاجة بتطلع بتشدني وانا كنت رايح اصور طبعا وكالة الغوري والناس وتصريح والاداءة لا الشوت ده بالزياد انت كنت رايح تعملوه هو في الاول ولا كنت رايح تدور على حاجة انا كنت رايح وكالة الغوري بالفلاشات بتاعتي عشان انا انا من اكتر لازمينة اللي بحدها هي الاجزاء المستانية انا رايح عندي تصور للحياة دي بس ما كنتش صيخة يعني الجزء المستانية ده هيحصل في ايه؟ بالعكس كمان لما عملت فريز وتشوف التنورة ثابتة والراجل هو في فعز الالهام والابداع ثابت ده احنا عمرنا ما شوفناه فلاشات الكاميرا بتاع تلع دي عمرها ما تديلك السبات ده بروحت شوفت عالم انا كنت متخالة بس دي كانت من حاجات فعلا انا كنتش عارف بس طلعت وروحت بقى بزاكرة تطلع ازاي ودلوقتي اعرف اعمل لها حاجة من تقنات انت كمان يعني ننتقل بقى لشركة بروفوتو دي برضو شركة هامة جدا في مجال التصوير دي من أكبر شركات اللي بتصنع معدات اضاءة في العالم دي يعني برضو انت حصلت من خلال معارضها على افضل تاني صورة عمصة العالم دي كانت اول جائزة في حياتي دي ليها ليها معزة قصة جدا دهما ساعتها كانوا عاملين اصدار للمكانة بتاعة السوديو الفلاش دي اللي هي اسرع فلاش في العالم دي يعمل عشرين فلاش في السنة لانت بتخيل يعني مافيش طعم بنادة مايعرف او فيش كاميرا التصوير كانت تاخد عشرين شاط في السنة فده بتحلك فرصة من انت تجمد الزمن بشكل غير طبيعي يعني لو في انفجار باللونة مية بتعرف تشوف الكريستالة بتاعة المية بتاع تنفجر بالزبط اي حاجة حد بيشوت كرة فيها مية بتعرف تعدي قطرات المية اللي خارجة فاقد بيلك ازاي فده لما عملوا المنتج ترحوا على جميع الحال العالم مسابقة المصورين زاوا السمعة هما يشاركوا يعني وتنفسوا يعني هي السورة الحركة يعني عرضتها كتب سوية اي حتى هيا معاين على فكرة حقشان يجمها اللي عن المساشة هي سورة البيضة الطيرا اي واحدة مسكة بيت كده اي واحدة هي بتعلم البيضة تقريبا هو كان كل الناس المشاركين بيطبع بيعملوا سوايل وكده فانا فكرت نعمل حاجة بشكل جديد شوية فاقول طبعا البيض بتاعنا ممكن يكون شكل حلو بشكل مختلف بعدما نتة الموديل وعايزين البيضة تطير سهلكنا ثلاث كارتونات بين ساي ثلاث بيضات واحدة بس اللي تطلع والتاني يعني والدين سافتين عملتوا ازاي دي ما هو دي بقى على الحرف ويعني انت بتكتشف خبرة ان البيضة تير من الشاط يعني حاجة حاجة جميلة نحنا مرتشف اهمية العلم لان فعلا واضح ان ده مش بس منهبة يا فعلا دراسة وعلم علشان تطلع كل التفاصيل الصغيرة دي ولما الواحد بيشوف مثلا صور مرسومة يعني فن رسك يقول يا سلام زي ما تكون صورة فوتغرافية انا وانا مشوف الصور الفوتغرافية ابو يا سلام دي ما تكون مرسومة صحيح ففعلا وكأن في كده يعني مسج بين فنين هيلين جدا ده بيدل على فعلا خصوصية وابداع مش يعني مش صورة فوتغرافية عادية هم واحد يعني التصوير والرسم هو واحد هو ابداع انت بتصيغي حالة الابداع عن طريق ريشة اوكي انا بصيغ حالة الابداع عن طريق الواقع اللي موجود بيستخدم حاجات ما عنديش عليها كنترول وغدا ذلك فيمكن ده شوية جزء فيها الخاص بالتكنولوجي بالحاجات دي نعم بيبقى شايفها بيبقى حاسسها زي ما الفنان عايزي طلع على الصورة بيرسمها بريشة بس انا بيرسمها بأداة تانية طب خالد قبل ما نختم يعني فعجالة كده عايزك تدي نصيحة لأي حد مبتدئ او اي حد من الأطفال او الشباب عايزين يبقوا مصورين او يعني يلبوا حاجاتهم في التصوير يعني بيحبوا التصوير عندهم هوايا جميلة عايزين يسخلوها تديهم وتقولهم سيحالاتم يعني سيحالاتك او لأ انت حديجي الكورسافة عملي خلاص انا جاي دارس مصد دي جدارة عملي حول او لأ جيل كاميرتي واجي خلاص او لأ تفهم لا هو الفكرة العلم مهم جدا ولازم تتحروا بتاخدوا المعلومة من مين النهاردة كل حد بيتكلم في التصوير النهاردة كل حد بينزل على ايتيوب طبعا في ناس اكيد يعني يتكلموا كويس ومتعلموا كويس بنعمين النسبة العظمى من الناس مفيش ركابة على الموضوع فلازم تتحروا ان انت متاخدش معلومة غلط ان معلومة غلط دي لو انت طريقة كده بيتمشيك كده وبتكتشف بعد سنين يعني انا مثلا من ناس علمتها بعد ست سنين في تصوير وانا بعلمهم قال لي معقولة هديت عمي كده طبعا قال لي النهاردة اول يوم ليه في التصوير بعد ست سنين في التصوير من ضمن الامثال فلازم تتحرد تغذي العلم من مين ولازم تروح وتعلم وتصوير في الورشة وعشان كده انا من ضمن اسبابي ان انا جيت مصر عشان طبعا افيد يعني الجيل من حد التصوير فعندي الكورسات بتاعتي ان شاء الله بنعملها هنا في سبعتاشر اربعة تعالوا على الفيسبوك اللي حابب يشاركنا في الكورسات اهلا وسهلا وكمان طبعا بدارس الجامعة الاهرام من كندية كورس التصوير الصحفي فان انا مؤمن قد ايه دورنا وواجب علينا كمصورين محترفين ان احنا نساعد الجيل من محب التصوير سواء كانوا طالبة في جامعة او حتى حد اللي يحب التصوير عادي يوصل للمعلومة الصح عشان يوصل لبسمة لما يشوف الصورة بتاعته او يوصل ان هو يكون مجال لشغل لي او حاجة احنا بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله حيكون لنا لقاء تاني بعد اذنك نكلفك عن الصورة الصحفية لان اكيد لها شروط مختلفة تماما اه طبعا امتدينا كده كورس عن الصورة الصحفية سريعة ان شاء الله في الحلقة اللي جاي باشكر حالي شكرا جزيلا للمصور العالمي خالد ابو الدهت شكرا اهلا وسهلا شكرا شكرا جزيلا هنطلع فاصل مشانين الكرام ونستعن في اخر فقراتنا النهاردة فقر فان هي جميلة اللي كماني